مرحبا جميعا كثير مننا عم بدور على وظائف وكثير ناس ما عم بتلاقي وظائف لكن اليوم بهذا الفيديو انا اريد احكي انه شو الوظائف اللي انت ممكن انك انت تشغلها اليوم في عنا سؤال عم نشوفه على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كثير كبير ناس اجاها افر في دولة قطر برقم معين وضي راتب معين ومؤمن مثلا سكن المواصلات او غير مؤمن سكن المواصلات وننسأل دايما هل هذا الرقم او معقد العمل هل هذا مناسب للي او لا السؤال بهذا الشكل هو سؤال عام كثير زي ما حكيت في كثير فيديو لازم تحكي لي انت شو بتشتغل لازم تحكي لي كم عدد سنوات الخبرة تبعك لازم تحكي لي شو الوظائف اللي انت اصلا جاي عليها للوظيفة اللي انت جاي اصلا انك تشتغل في عدد ساعات العمل كل هاي تفاصيل بتهمني اعرفها لحتى احكي لك مناسب او غير مناسب كمان بهمني اعرف اذا انت اعزب او متزوج بهمني اعرف عندك حتكون معاك هون او في البلد اللي انت اصلا جاي منها كل هاي الاسئلة اللي بتهمني اعرفها لحتى نجاوبك لكن اليوم انا حبيت ان انا اعرض قضية او خلينا احكي عقد من صبية موجودة على واحد من الجروبس تبع المقتربين الموجودين في دولة قطر وقبل ما اعرضها فانا بحب اني انا دايما اذكرك انه احنا في هاي الفترة في ظل ازمة هذا الفيروس بحب احكي لك انه انت ما تنسى انك انت تتبع اجراءات السلامة والاجراءات الاحترازية لحتى تتحافظ على صحتك صحت حبايبك ابنائك عيلتك من هذا الفيروس واللي اهمها انك تحافظ على النظافة الشخصية دايما تغسل ايديك في المي والصابون وتستخدم المعقمات وعلشان هيك انا بدي استخدم المعقم لحتى انه ندير بالنا من هذا الموضوع المعقمات المطلوب انك انت تستخدمها هي اللي فيها نسبة الكحول سبعين بالمية او اكثر انا شخصيا زي ما حكتلكم في كثير فيديوز اللي عم بلقيه هو اللي نسبة الكحول فيه سبعين بالمية فا واستخدموا وخلينا يبلش الصبية الموجودة على جروب او جروبات الفيسبوك عم تسأل انه انا عمري 28 سنة واجاني عرض عمل في دولة قطر وهذا عرض العمل اللي اجع لهاي الصبية بتفاصيل انه الراتب الاساسي 3400 ريال بدل مواصلات 400 ريال وبدل السكن 2000 ريال تفاوتت الاراء كثير على هاي الأرقام اللي بيعرضوها الناس لما يجيهم عرض العمل سواء بين 3000 5000 ريال على جروبس الفيسبوك وانا عم بعرض لك هلا على السكرين بعض الاراء اللي نصحة الصبية انها تيجي او انها ما تيجي انه هذا الرقم كافي او انه غير كافي اليوم بحب اذكرك انه انت اذا بترجع على التشانل للفيديوز اللي قبل اللي انا عارضها على التشانل راح تلاقي عدد من الفيديوهات اللي انا بحكي فيهم عن المصاريف الموجود في دولة قطر تكاليف الاجار للسكن في دولة قطر مصاريف الشخصية في دولة قطر سواء كنت اعزب او كنت متزوج فهذه الفيديوهات كثير ان شاء الله انها بيتفيدك في اتخاذ القرار الشغلة الثانية بدي احكي لك اياها انه اراء الناس دائما بتعتمد على تجاربهم الشخصية هل هو انبسط في دولة قطر هل كفا 5000 ريال انه هو يصرفها في دولة قطر هو عيلته كفاهم 10.000 انهم يكونوا موجودين في دولة قطر او لا وهذا الحكي ما بينطبق طقط على الناس الموجودة في دولة قطر العلاقة بينهم جدا قوية لكن اراء الناس زي ما حكيت لك المتفاوتة بتخلي الناس شوي في حيرة من امرها خلينا احكي لك شغلة كتير ضرورية 400 ريال للمواصلات في دولة قطر غير كافية يعني ممكن تتكفيك تروح تيجي على الشركة اذا كنت كتير ساكن او سكنك اللي وفرك الشركة هو قريب للعمل تبعك فانت مش متقرر انك انت تطلع بشكل دائم بالمواصلات واذا كنت جاء على دولة قطر فانت اما رح تستخدم المترو اذا كان في مترو بين بيتك وبين شركتك وما رح تستخدم اي مواصلة تانية فهذا the best case scenario ب 2 ريال تقدر انك انت تستخدم المترو والتيكت بين 2-7 ريال لأي كيس ولأي حال انت تستخدمه ولأي مقادة تستخدمه ولأي مكان تروح تيجي عليه في دولة قطر لكن اذا ما كانت قريبة من مترو ستيشن مكان عملك وبعتذر على الازعاج الممكن اذا كان طالب الفيديو حبتلكم بكثير فيديو انه في عندي هون جم بيتي تحت البيت بالضبط مشروع عم بحفر فالدوشة مرات بتكون او صوت الحفر بيكون طالع في الفيديو هلا اذا ما كان في مترو او المترو ما بوصلك بالضبط لما كان عملك فانت رح تبطر انك انت تطلع بتاكسي وارخص تاكسي انك انت تطلع فيه هو تاكسي كروة وذا طلعت في تاكسي كروة ففتحت العداد في اول ما تركب التاكسي 10 ريال وبعدين بلش بعد ما تقطع مسافة معينة انه هو يعد الفلوس فانت هيك تقدر تحسب قدية ممكن تكون كلفة المواصلات اذا انت لتسي انه 15 ريال متوسط المواصلات 15 ريال في 22 يوم 30 في 20 فانت بدك 600 ريال هدول قبل ما انت تحكي انه بكفوني ال 400 ريال او لا السكن 2000 ريال اذا انت شخصتك تستأجر استوديو في مناطق اصلا الموجودة في دولة قطر فيها اقلى من 2000 ريال فانت تعرف وين مكان شركتك وين الستوديو اللي انت بدك تاخد فيه لكن 2000 ريال لا استوديو اذا انت كنت شخص براسك هم كافيا الآن بصفة 3400 ريال او 4000 ريال المصروف الشخصي هل بكفوني في دولة قطر او لا بدك ترجع تشوف الفيديوهات اللي حكيت لك عنها لكن اذا انت كنت محافظ في الصرف فهم بكفوك هل راح احوش منهم او ما راح احوش منهم بداية اي واحد بطلع على اي دولة اول ست شهور بيدخل فيها على الدولة هاي ما راح تحوش قد ما يكون راتبك راح تصرف عن طرف وجانب لغاية ما تفهم البلد وكيف العملة والاخرين من وين تشتري ايش الاسعار المنيحة وايش الاسعار مش منيحة ايش الانخيص وايش الغالي وايش المتوسط بعدها بتبلش اتحوش والتحويش بيعتمد على التزاماتك انت الشهرية ومصاريفك انت الشخصية فلهون انا بكون حكيت لك ايش رأينا بهدولة 3400 ريال انا لو كنت بدي اطلع الاقي هاي هذه الوظيفة او اطلع على هاي الوظيفة انا جاسر مصطفى ما بطلع على 3400 ريال راتب اساسي لو عندي وظيفة بتقدر تصرف علي في البلد اللي انا موجود فيها لانه من حالة اضل في البلد اللي انا فيها بلدك لأي بلد تاني فأنا إذا عندك شغل في البلد اللي أنت أصلاً موجود فيها ما تطلع على أجل من ضعف ونص يعني إذا أنت بتأخذ خمسمية إذا تطلع على ألف ومتين وخمسين ألف وثلاثمائة دينار في المكان اللي أنت بتروح عليه بالعملة اللي هو عايش فيها واسأل عن المصاريف علشان هيك ارجع على الفيديوز اللي قبل وتابع الفيديوز اللي بعد لحتى دائماً يكون في عندك فكرة عن هذا الموضوع من هون لتلاقوا الوظيفة اللي أنتوا بدكم إياها وحب أحكي لك إنه نروح على الو www.gisubai.com وتفضلوا لهون تخلص الفيديو تابعنا لا تنسى تعمل لايك وتعمل شير وتعمل سبسكرايب وقنات لنا النتفيكيشن بلا حتى يوصلك دائماً كل جديد على التشانيل تابعنا ديروا بالكو ع حالكو ديروا بالكو ع رصحتكم لا تنسوا المعقمات وخسل الإدين دي المو يصطبون بشوفكم في فيديو جاي